اشتركوا في القناة هنشوف ازاي ممكن من جدولين اقدر اعمل Pivot Table واحد وده باستخدام خاصية ال Excel Data Model هنشوف كمان ممكن ازاي استخدم دواء ال Dax هنستخدم دالة بسيطة النهاردة اسمها Sum X وازاي ممكن تخليني اعمل معادلة جوه ال Pivot Table المبني على ال Excel Data Model مش كده بس المعادلة دي كمان ممكن اعمل تنسيق رقمي او Number Formatting يفضل شغال معاها في كل مرة بعيد استخدامها لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في ال Description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل Download ال Excel Workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ما اشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر Subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة المثال العملي النهاردة عندنا متكون من مجموعتين من البيانات المجموعة اللي على الشمال اللي موجودة هنا اسمها Daily Sales Transaction ودي زي ما انت شايف أربع عواميد فيها التاريخ وفيها رقم او الكود بتاع Sales Rep او ممثل المبيعات او من دول المبيعات فيها كمان قيمة المبيعات ونسبة العمولة ودي نسبة متغيرة زي ما انت شايف مش ثابتة على كل Transaction وفيه جدول تاني صغير فيه برضو Sales Rep ID او الكود بتاع الرجل الممثل المبيعات كمان فيه الاسم كامل الاسم بالكامل زي ما انت شايف هنا وفيه كمان First Name والLast Name المطلوب ان انا احسب الCommission زي ما انت شايف عندي قيمة البيع وعندي نسبة الCommission اقدر احسب منها الCommission كمان عايز اعمل Analysis او تحليل البيانات دي عن طريق اسم المندوب المبيعات فزي ما انت شايف البيانات هنا ما فيهاش غير الكود لكن هنا عندي الكود وعندي اسم كل مندوب فمطلوب اعمل كامده كله باستخدام الPivot Table وكمان معادلاتي تبقى جوة الPivot Table وهعمل ده استنادا زي ما قلنا على خاصية الData Model اللي موجودة في الExcel قبل ما اشتغل لازم احول المجموعتين من البيانات دول او الTwo Data Sets دول احولهم لExcel Tables فوانا واقف جوة اي سيل في المجموعة الاولانية مجموعة البيانات الاولانية هدوس على Short Cut Control T هيفتح لي Direct Box صغير ويسألني هل عندك هادرز في الTable ده والواحده طبعا Automatic هيتعرف على Arrange بتاعي هقول له OK هيفتح لي الTable Design Ribbon لازم ادي اسم هقول له Sales T او اختصار لSales Transaction نفس الكلام في مجموعة البيانات التانية Control T ودوس OK وخليني اسميها Sales Rep الخطوة الجاية انا محتاج انشئ علاقة بين الجدولين دول عشان اعرف الExcel انه والله Sales Rep ID ده يكفقه في الجدول التاني Sales Rep ID ده طب اعمل ده ازاي وانا واقف على المينيو الرئيسية هروح على Data Ribbon او مينيو بتاعت Data ومنها في حاجة اسمها Data Tools هلاقي هنا الايكون الصغير ده لو قفت عليه هتلاقي مكتوب تحت Relationships لو دوست على الايكون ده هيفتحي Dialog Box اقدر من خلاله اتحكم فيه الاعلاقات اللي موجودة في الExcel Workbook ده وانا عايز انشئ علاقة جديدة فهدوس على New هيفتحني Dialog Box تاني اسمه Create Relationship اول حاجة على الشمال هتلاقي بيسألك ايه الTable اللي انت عايزه عايز تبدأ بانه Table فانا عايز والله يقول له انا عايز الTable بتاع Daily Sales Transaction اللي سميناه Sales T طب ايه الColumn او الField اللي انا عايزه يشتغل في الاعلاقة دي هو طبعا السيلز راب اي دي هاختاره من الدروب داون اللي موجودة هنا فهاختار السيلز راب اي دي طب الTable التاني اللي هو السيلز راب ديتا انا سميته سيلز راب هاختاره والColumn اللي حيرتبط او حقدر استخدمه في الارتباط او العلاقة ما بين الجدولين دول هيكون بالطبع برضو سيلز راب اي دي وحدوس اوكي والExcel كده هينشئ علاقة بين الجدولين اقدر اقفل الديالوج بوكس ده هقول له Close وانا الوقت جاهز اقدر اعمل الPivotTable على طول وانا واقف في المكان اللي تحت ده وليكن في F20 اي مكان فاضي في الExcel اقدر على طول استخدم الكيبورد Alt N V هيفتح لي الديالوج بوكس بتاع Create PivotTable وهو الوحده طالما انا انشأت علاقة ما بين جدولين هو الوحده فهم ان في Data Model دلوقتي انشئ في الExcel دي يعني هو الوحده عمل Triggering او عمل Activation لخاصية Data Model وعشان انا مش مختار اي رينج فهو اوتوماتيك ليعلم عليها هو قالك Use This Workbook Data Model كمان هو عارف ان انا عايز اعملها اعمل الPivotTable ده في الExisting Worksheet في السل اللي اسمها Sales F20 هادوس على اوكي حلاقي فعلا PivotTable بتكاريت وعلى اليمين الPivotTableFields ولو نزلت تحت هنا حلاقي عندي جدولين مش جدول واحد لاني زي ما اتفقنا عندنا 2Tables وال2Tables دول خلاص باقبارت من Data Model وبينهم Relation فلو فتحت هنا حلاقي الFields بتاعت Sales Rep او الColums بتاعت Sales Rep Table ولو فتحت Sales T حلاقي الColums او الحقول اللي كانت موجودة في السل Sales Transactions طيب الوقتي ممكن اعمل report سريع اه اقدر مسلا اختار Sales Rep Name وحطها في الRows واقدر كمان اختار Sales وحطها في الValues وزي ما انت شايف كده قدرت انشئ PivotTable مبني على جدولين منفصلين عن طريق Relations وعن طريق كمان الExcel Data Model طيب الوقتي عايز احسب الCommission وهنا هيجي دور فعشان احسب الCommission وليكن انا عايز احسبها As Additional Field او As Measure جوه الTable ده فبمنتهى البساطة هروح على Sales T Right Click وقل له Add Measure هيفتح لك دالك بوكس اسمه Measure اول حاجة لازم اختار الTable هو با ديفولت جابلك Sales Transactions ممكن اغير من هنا واخد Sales Rep خلينا في Sales Transactions هيطلب مني اسم للماجر وانا عايز احسب الCommission فحسميه Commission وحاجي تحت هنا في البوكس الكبير ده الابيض ده واقدر اعمل الفورمولة بتاعتي زي ما اتفقنا انا هختار فورمولة من داكس طبعا المكان ده مفيهوش غير داكس فورمولة هي طبعا مش بالزبط زي الExcel لكن فيه تشابه مش زي معادلات الExcel الطبيعية انا هختار داكس فورمولة بسيطة اسمها Sum X وزي ما انت شايف فيه Assistance وانس ان انا كتبت زي الExcel بالزبط لو عملت Tab هيفتح لي ويبدأ يساعدني ويقول لي هو محتاج ايه جوه الفورمولة دي تحتاج اسم Table انا Table الاولاني بتاعي زي ما اتفقنا اسمه Sales T اول ما كتبت SA اداني هو اختيارات من ضمنهم Sales T هاختاره بالماوس وبعدين اعمل عليه Double Click بعد كده عايز اعمل كما عشان ابدأ في الجزء التاني الجزء التاني هو Expression وExpression معناها معادلة وانا عشان احسب الCommission محتاج اضرب Sales Value في الCommission Percentage فبرده انا عايز من الTable اللي اسمه Sales T عايز الفيلد اللي اسمه Sales فحكتب SA حالي قدامك اهو Sales T وادي الفيلد بتاعته انا عايز اختار Sales هقف عليها وDouble Click وبعدين عايز اضربها في الCommission نفس الكلام هي موجودة في الجدول اللي اسمه Sales هكتب Sales وروح ادور على Sales وبعدين Commission Percentage Double Click عليها واقفل البركت بتاع الـ Sum X انا كده خلصت لو عايز اتأكد ان المعادلة بتاعتي سليمة في حاجة اسمها Check Dex Formula دست عليها وقالك انت تمام ودلك علامة صح بالاخضر مش كده وبس من المنطقة اللي هنا دي اسمها Category دي اقدر اختار الـ Number Format اللي حيفضل شغال مع المعادلة دي على طول انا طبعا بحسب فلوس فممكن اختار currency ودي Dollar Sign اهيه وممكن اغيرها لو حبيت بالضبط كأنك بتعمل Number Format خلينا في Dollar Sign وZero decimal places ودوس اوكي لو نزلت تحت في Pivot Table Fields هتلاقي فيلد جديد اسمه Commissions وهتلاقي بليه Fx معناها ان ده معادلة لو خدته وحطيته في Values زي ما انت شايف هتلاقي الـ Commission اتحسبت لكل Sales Rep وكمان من غير ما اعمل Number Formatting الـ Number Formatting بتاعك جاهز مش كده وبس الـ Relation دي والـ Dax Formula اللي احنا عملناها او الماجر اللي احنا عملناه وكمان الـ Formatting اللي اتعامل معاك كل ده قدر استخدمه اكتر من مرة فلو افتفق اي حتة فاضية هنا وطلو Alt N V عشان اعمل Pivot Table جديد وهقول له برضو Use This Workbook Data Model واقول له اوكي هلاقي قدامي نفس الـ Two Tables ثاني اقدر روح على الـ T Sales واخد الـ Commission واحطها هنا زي ما انت شايف الـ Number Formatting شغال تعال المرة دي نحط الـ Dates علشان نبص على مثلا Monthly Commission Value زي ما انت شايف قدرت اعمل في ثواني Based على الـ Form اللي انا عملتها قبل كده اقدر استخدمها تاني هي و الـ Number Formatting بتاعها و الـ Relation اللي اتكريتت ما بين Two Tables ارجو تكونوا استفدتوا شكرا جدا لوقتكم واشوفكم فيه السلسلة الجاية من سلاسل تحليل البيانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته